من تفاصيل القضية نعود إلى الفوضى التي يسببها أصحاب سيارات الأجرى غير الشرعيين أسباب انتعاش هذه الخدمة غير المرخصة أين مطالح الرقابة ومن يتحمل مسؤولية الفوضى وأسئلة أخرى نتطرق إليها رفقة ضيفي في النقاش 90 دقيقة أخبار سيد محندس سالح الشريك وهو رئيس مكتب مراقبة نشاطات النقل الحضري بوزارتي النقل أهلا بكم أهلا بكم مرحبا إذن أسباب عدة كانت وراء انتعاش هذه المهنة الموازية وهي كلوندستان كما يشاع اليوم في مجتمعنا في سنوات الأخيرة لو نحاول اليوم تسليط الضوء عن هذه الظاهرة أين الخلل مكمن الخلل في هذه الظاهرة يعني أنتم كم بلغ عدد سيارات الحضيرة الوطنية والسيارات الكلوندستان التي تنشط في السوق الموازية بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكركم على هذه الاستضافة فيما يخص هذه الظاهرة هي ظاهرة اجتماعية لوليدة المجتمع السائق كلوندستا هو عبارة عن سائق بدون رخصة يمارس نشاط نقل الأشخاص بطريقة عشوائية مع العلم أن نشاط سيارة الأجرة هو نشاط منظم ومقنن وباعتبارها خدمة عمومية يجب أن تقدم في أحسن الظروف إلى المواطنين تمر أولا عبر أولا قبل كل شيء صاحب طلبه أولا يدرس من الفتاو على مستوى مصاحة المنليلية لتحقيق إداري على أنكت أدمنستراتيف عندما يكون تحقيق إيجابي سيمر المرحلة التكوين لمدة 15 يوم بعدها يتحصل على رخصة ممارسة نشاط سيارة الأجرة نعم ما هي شروط التي وضعتموها من أجل حصول واستفادة من رخصة السياقة أكيد أنه اليوم لما نشوف سائقية الأجرة غير المشرعيين الذين يملكون الرخصة من وزارة النقل يشتكون من العرقيلة البيروقراطية التي تواجههم من أجل حصول على هذه الرخصة ليست هناك عرقيل وإنما الملف يمر على عدة قطاعات طبعا تقولك من مصالح الأمن ثم إلى تكوين من طرف مؤسسات مؤهلة من طرف وزارة النقل يتطلب بطبيعة الحلوقت على الأقل 15 يوم يمارس هذا النشاط لازم يكون شخص غير مدان قضائيا ويكون لا يمارس مهنة أخرى وكذلك يكون في صحة جيدة يكون يفحص طبي يكون مؤهل ميدا بدنيا لهذا النشاط هذه بالنسبة للشروط التي يجب أن تستوجب في سائق السيارة حتى يتحصل على رخصة لكن فيما يخص الوثائق التي تطلب لتكوين الملف ملف بسيط لطبيعة الحال عبارة عن طالب وهي شهادة نسخة بطاقة التعرف الوطنية ثلاث سور شمسية ونسخة من سابق القضائية وشهادة طبية تثبت لياقة بدنية وعقلية يعني شامع عند مختص نفساني يقدم بها إلى مديرية النقل ثم مديرية النقل راح تتصل بالملف هذا مع مصالح الأمن ألن يطلب ربما في الملف نسخة من رخصة استغلال لخدمة سيارة الأجرة؟ هذا بعد ما يكون المرحلة الأولى على التحقيق الإداري والمتكوين راح يضيف رخصة تسجيل سيارة ورخصة المجاهدين ما نصى كراء رخصة من طرف الممنوحة لذوي الحقوق نعم يعني صراحة لما تروح تشوف العراقين هنا المشكلة الحصول على رخصة أو عقد كراء لهذه الرخصة من طرف المجاهدين الذين يحوزون على هذه البطاقية يعني لا ترون أن هذا المشكل هو أصلا مشكل بين العراقين التي تواجه اليوم أصحاب السيارات من ناحية الندرة ممكن في بعض المناطق كين هناك ندرة هذه الرخصة وفي بعض المناطق أخرى متوفرة هذه الرخصة على الرخصة الممنوحة من طرف المجاهدين نحن في اتصال دائما مع وزارة مصالح وزارة المجاهدين من أجل توفير هذه الرخص المواطن الذي صاحب سيارة الأجراء يكون معه ممكن معه صاحب الرخصة يكون هناك لأنه يكون عقد بين السائق وصاحب الرخصة لكن لماذا تطلبون يطلب في الملف على مستوى الوزارة رخصة من المشاهدين هذا النظام معمول به طبيعا منظر نظام قانوني معمول يجب يستلزم صاحب ليست هذه بيروقراطية في حق المواطن هذا حق معمول به قانونيا يعني أنه اليوم أنا أقول لك صوت يعني كل المواطنين يعني نشوف أنه حتى واحد من يعني واحد من أبناء الشعب يحب يفتح يعني مقهى يطلب له رخصة المجاهدين الواحد يحب يقوم بالحصول على رخصة سياقة تاكسي يعني يطلب منه رخصة المجاهدين اليوم يعني يعني كل الشعب الجزائيين كل الجزائيين هم أبناء الشعب وأبناء مجاهدين وإشو هذا يعني هنا هذه ربما تدخل في إطار البيروقراطية ليس كذلك؟ ليست بيروقراطية بالحال هذا حق مكتسب لهذه الفئة ومعمول بها في كل قطاعات لا أعتقد أنها لأنه نظام معمول به منذ منذ الاستقلال لم يحن ربما الوقت أنه يتغير هذا النظام لأنه سائق أجراء يعني يكون ربما أي جزائري يحق له أنه يكون سائق أجراء ليس كذلك؟ يا أختي يا كريم أنا أقول لك الشروط مقننة ومنظمة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-2-2-2-3-2 يجب على صاحب الطلب أن يقدم رخصة كراء هذه الرخصة الممنوحة لذوي الحقوق نعم لكن ربما حتى نتحدث عن هذه الظاهرة استفحالها في الوسط في المجتمع هو راجع ربما إلى هذا العرقي التي تواجه الجزائريين الذين يودون امتها هذه المهنة بطريقة شرعية لكن نظرا للعرقي التي تحول دون حصولهم عليها يتوجه نظرا للبطالة يعني ما يتحصلوش على عمل منصب عملي يتوجه يكون عنده يمتلك سيارة يقول أنا نسترزق بها وهذا الشي اللي أدى إلى الفوضى التي تشهدها سوق حضرة السيارات الأجرى على المستوى الوطني أليس أربعا من أجدر أن تكون في مية الحلول التي اقترحتموها على مستوى وزارة النقل حتى تقليل من نسبة هذه الفوضى أولا مصالح الأمن في اتصال دائم مع مدريات النقل في الولايات بالتنسيق مع مصالح الأمن من أجل تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش في المناطق المشبهة لأن السائق الغير الشرعي هذا لمخالف ليست له رخصة تنظيمية لتؤهله للممارسة هذا النشط هناك دورات تفتيش مبرمجة مع مصالح الأمن ومدرية النقل مفتشية النقل بري من أجل ردع هؤلاء المخالفين كم من رخصة تمنح في سنة ليست هناك تمنح معك تحديد مضبوط العدد الحد الآن حوالي سائق سيارة الأجر تجوز 100 ألف سائق من فردي سيارة أجر فردية إلى سيارة أجر جماعية ما بين الولايات وسيارة أجر جماعية ما بين البلديات نشوف أنه نظرا لنقص الخدمة لما نشوف أنه عدد ربما 100 ألف طلب الجزائرين هو الذي سمح بس تنتعش هذه المهنة الموازية وهي تاكسي فرود ولا ترون أنه كان مفروض أنه الوزارة تتخذ الإجراءات لإحتواء الناشطين أو المتيني هذه المهنة حتى يكونوا بطريقة شرعية وتفرض عليهم الرقابة وحتى تحصل عليهم جبايات تمكن أنه ربما تساهم في الاستفادة من هذا الناشط الأخت الكريمة هنا سأل من الملاحظ يعني ميدانيا أنه كل من هب ودب لأي واحد مع أي مواطن لا يلقى روحه نفسه عنده سيارة وبدون منحه راح يمرس هذه الميناء وهذا مخالف يعني راح يعرض نفسه ويعرض الزبائن إلى خطر يعني السائق الغير شرعي هذا ليست أولا الغير مؤهل من أجل نقل أشخاص ثانيا ليس غير متحصل على شهادة تأمين لت أكيد هو غير شعي ليملك الرخصة أنه عنده فقط شهادة تأمين على السيارة نعم 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 يعني حتى ربما أضعك في أريحيا نضع نوربة الاتصال الآن بسيد خميسي عثمانية المحامي والقضية السابق أهلا بكم سيد خميسي عثمانية أكيد أنتم على اطلاع على قضية سائق الأجر غير شرعي الذي قام باختطاف 165 فتاة وقام باختصاب 70 منهن يعني أنتم كيف ترون ربما تعامل مع سائقي سيارات الأجر غير الشرعيين حتى أصبحت من خلق فوضى ومزاحمة أصحاب سيارات الأجر الشرعيين إلى استغلال هذه المهنة إلى ارتكاب جرائم طبعا أود أن أحييك أختي الكريمة وأحيي ضيفك الكريم فيما يتعلق ب قضية قضية سائق سيارة الأجر الغير الشرعي والجريمة التي يتكبها وتنامي هذا النوع من الجرائم من قبل هذه الفئة أود أن أقول وأشير إلى أن الجريمة الجريمة كسلوك سيء داخل المجتمع إنما تنمو في ظروف معينة والظروف الغير نظامية هي الظروف المثالية التي تنمو فيها الجريمة وممارسة نشاط بطريقة غير نظامية هو مجال يسمح للجريمة بالتنامي والنمو وهذا ما جعل سيارات الغير شرعية للنقد أقول لا أسميها سيارات أجراء وإنما هي سيارات للنقد غير شرعية أو غير مرقص لهذه النشاط أن تكون مجال خاص مثل هذه الجرائم والتي ذهب ضحية العديد من الأشخاص وبالتالي فإن ضروري تنظيم هذه المهنة حتى تخضع للرقابة وتكون تحت المراقبة المباشرة ولا تكون مجال للنشاط الإجرامي هذه من ناحية ثانية أن ممارسة النشاط النقل بدون رخصة في حد ذاته هو يشكل جريمة في الحقيقة في القانون وبالتالي فأن الأشخاص الذين يمارسون وجب موازهاتهم بالنصوص العقابية التي وضعها القانون ولكن أقول وأعود لأعلق على ما قاله ضيفك الكريم أن فيما يتعلق بممارس نشاط النقل عادة ما يجد الأشخاص في الجزائر أنفسهم بدون مناصف عمل وأن هذه تعتبر منفذ لهم لممارسة نشاط معين يقتاتون منه ويخلق مناصب شغل ويشاعد في نمو الضريبة من جانب آخر ويعطي الطابعة التنظيمي للمهنة أيضا من جانب آخر ويحد من الجريمة أيضا من جانب آخر وبالتالي فأن العقاب وحده لا يكفي وإنما وجب فعلا مراجعة طرق تسليم رخصة ممارسة النقل الفردي عندما نتكلم على النقل الجماعي فالأمر لا يطرح على الإطلاق لأنه لا يجترط أن يكون صاحب طالب الرخصة مجاهدا ولكن عندما يتعلق الأمر بالنقل الفردي فأن هذا يعتبر شرط وهذا أعتقد أنها قد تجاوزته الأحداث سواء من ناحية الموضوع بكامله سواء أيضا من الناحية الإجرائية فلا يوجد مانع من أن تكون هذه الرخصة تسلم لكل مجاهد في الجزائر وهذا حق طبيعي ثابت ولكن هذا لا يمنع إقصاء الجزائريين نحن في 2017 أكيد لا ننكر حق المجاهدين وشهداء نعم سيدتي وهذا ما أردت أن أقوله لأن هذا يدخل في باب التمييز بين الجزائريين وهو شيء غير محبب ثم أنه عندما نتحق لكل المجاهدين في هذه الرخصة لماذا نمنع الباقي الجزائريين من الحصول على الرخصة فليستفيدوا جميعا من هذه الرخصة لأن الطلب كبير في الجزائر على النقل الفردي فلماذا لا يتساوى الجميع فلماذا لا يستفيد المجاهد وغير المجاهد من هذه الرخصة وأن استفادة غير المجاهد لا ينفي حق المجاهد في هذه الرخصة وبالتالي فأن مواجهة هذه الظاهرة إنما تكون بالأسس بالتنظيم قبل أن تكون بالمراقبة وقبل أن تكون بالعقاب بالتنظيم وبالسماح للشفاء بالاقتناء الرخص لممارسة أنشطة تعتبر بديلة لهم عن مناصب العمل التي قد لا يجدوها دائما في متناولهم نعم شكرا جزيلا لكم أستاذ خميسي عثامنية على كل هذه المداخل أعود إلى ضيفي صالح ربما حتى نتحدث إضافة لما قاله أستاذ خميسي عثامنية يعني حتى أنه اليوم نقص ربما للخدمة يعني لاحظوا أنه في أغلب الأحياء لما تروح تشوف اليوم أصبح نادرا ما تجد يعني سيارة أجرى مركونة يعني هاتشير بوما يخلى المواطن هو يتوجه لكلونديستان يلقى في أي وقت يتصل به في أي وقت خاصة في الأوقات المدومة في الليل يعني ناقص هذا النشاط سيارات الأجرى الشرعيين بالفعل هنا هذا وليد بطبيعة الحكيم ما يقال سيد الأستاذ خميسي عثامنية هو نظرا لارتفاع عدد عدم توفر مناصب العام رح يولد إلى ظهور هذه النشاطات الموازية حتى أن الخدمة التي يقدمها صاحب سيارة الأجرى التاكسي يعني الذي عنده الرخصة يقولك أنا أمشي على حسب الخط الذي حدد له في الرخصة يعني يديك لأي مكان تريده حتى أن السيارات التاكسي تفرد عليك هي تسعير النقل حتى أنه كان الوزارة والقانون واضح يحدد العداد يحدد ربما التسعير طبعا القانون يحدد كيفية ممارسة نشاط سيارة الأجر الفاردية عن طريق باستعمال العداد ولا يمكن له أن يحدد المسار بل الزبون هو يحدد المسار إضافة هناك سائق سيارة الأجر الجماعية الحضرية هي محددة المسار سائق سيارة هي مواضحة في الجهاز المضيئ في سقف سيارة يكتب عليه سيارة أجر جماعية حضرية هنا السيارة هذه محددة المسار والتسعير أما سائق سيارة الأجر الفردية فمجهز بعداد العداد هذا هو ليحدد السعر السفرية أو سعر الرحلة السائقين الغير الشرعيين هنا الزبون سيعرض نفسه للخطر لأن السائق بدون رخصة ليست له أي تأمين اليوم المواطني تسأل عن العداد الذي يحدد تسعير النقل هلما فرد على كل أصحاب سيارات أم على أصحاب سيارات الذين يشطون على المساول المحلي كما على ما بين الولايات سائق سيارة الأجر الفردية في المحيط الحضري مجهزة بعداد هذا الجهاز العداد هو ليحدد سعر أما سيارة الأجر ما بين الولايات عندهم خط محدد مسار محدد وتسعير محددة ثلاث دينا جزائري للكلومتر في حال ترفض سائق سيارة الأجر الفردية رفض حمل الزبون هنا سيتعرض إلى عقوبة إدارية سيتعرض إلى المرعى للجنة الولائية للعقوبات الإدارية وستصلت عليه عقوبة بسبب رفض نقل الزبون ويتعرض إلى وضع السيارة في المحشر نعم حتى نختم ربما هذا النقاش بخصوص ربما خطة العمل منتهجة على مستوى وزارة النقل لتنظيم هذا القطاع طبيعة الحال أننا دائما نحن في مراجعة لأجل ربما القضاء على أصحاب سيارات الكلون ديستان هل سيكون فيه منح ترخيص لهم إدماجهم مع أصحاب سيارات المرخصين هذا سيكون حساب في صالح الوزارة وفي صالح كل الجزائين الأخت الكريمة هنا أي مواطن تتوفر فيه الشرط لممارس هذا النشاط يتقدم إلى مديرية النقل من أجل ممارس هذا النشاط باب مفتوح للجميع بشرط أن تتوفر فيه الشرط بينهم أنه لازم يكون عنده عقد كراء من مجاهد بطبيعة هذا شرط مذكور في المرسوم التنفيذي رقم 12 230 السائقين هذين حتى أنه صراحة تسمح لي برك كان سائقين يكون عندهم يكريوا عقد هذا الكراء من عند رخصة يكريوا هذه الرخصة من عند ذوي الحقوق مجاهدين وذوي الحقوق كان فئة أخرى عندما يتوفى لصاحب الرخصة الرخصة راح تقول إلى ذوي الحقوق يعني أبنائهم وأبناء المجاهدين يزيد يتصل بهم من أجل تجديد عقد الكراء وسائقي هذا يعني نشوف تناقض من ذوي الحقوق لما تكون عندهم رخصة لا يستغلوها ويروحوا يكروها حتى أن يكروها بمبالغ يعني ليست عادية تكون في توصل حتى لربعة خمس ملايين لا مستحيل تلحق المبلغ هذا في سائقين يكروها بهذا المبلغ مبلغ هذا ممكن لمدة خمس سنوات لا أدري المدة لكن أعلم أنه في سائقين مجبرين أنه حتى يعود لك يجدد لك رخصة الكراء الكراء الرخصة عفوا لازم يزيد له في المبلغ يا أختي هذا عقد كما يقول على شريعة المتعاقدين يعني تحديد السعر هذا مش من صراحيتها المجاهد الذي ربما لا يستغل الرخصة يخلي الرخصة لأصحابها لماذا يستغل الرخصة حتى يقوم بكرائها لأشخاص هذا مقترح يعني من كل صوت الجزائرين يقترح أن يكون فيه إعادة النظر لهذه النقطة وإن شاء الله منح الرخص لكل الجزائرين دون تمييز إن شاء الله نحن نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك إعادة النظر في هذه التنظيم لرخصة الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق بالاتصال مع المصالح المعنية وهي مصالح وزارك المجاهدين طابق الحل إن شاء الله